لا تعيين لا فرص وظيفة ولا عيشة زينة ولا راتب حماية يكفي انشم بدينة وتالي البطالة في ارتفاع والفقرهم في ارتفاع والضغط في ارتفاع ولما ينفتح باب التعيين بشكل محدود وبحصول استثناء وبعد جهود مضنية ومطالبات مستمرة يتوجه الآلاف إلى فروع تقديم معاملات التعيين وبالبداية الموضوع منظم ومرتب وحلو بس هذا اللي نشوفه هو الهدوء قبل العاصفة وللأسف يتكون بعدين هذا المشهد اللي يعبر عن مدى عطش الناس للوظيفة بعد حرمانهم منها بس لو شوية فاتحين الباب أكثر بدل ما مخلين الناس يدخلون مثل ناقوط الحب مأساة ومشاكل كبيرة تواجه العراقي حتى يعيش ويوفر لقمة يومه ويشطب يوم من عمر قضاء بالماضي والفقر والمآسي والمرض والديون وعدم إمكانية تزديد فواتير الماي والكهرباء والإيجار وديون أبو المواد الغذائية والمولدة اللي تتراكم عليها شهريا وهكذا تستمر الأزمة وتعيد نفسها وكأنه عايشين فيلم من يخلاص نرجع نعيده من جديد حتى نشوفه مرة ثانية وثالثة ورابعة في ظل الإهمال والفساد وتبديد الأموال وتهميش المواطن وحرمانه من حقوقه وأبسطها فرص العمل ومو شرط تكون حكومية بس يضمن حقوقه وحقوق أبناءه في بلد النفطات السود بلد أكبر احتياطي نفطي بالعالم وأكبر تجمع للفساد والفاسدين اللي يعبثون بأموال ومقدرات وخيرات البلد ويحدث في العراق أن يكون الطالب مليء بالأمل والفرحة من يوم تخرج وراها ينصدم بمعوقات التعيين ومشاكلها وتبعاتها ويوم بعد يوم تزيد محنة وصعوبة التعيين على الملاك الدائم في ظل إهمال القطاع الخاص والقوانين اللي تضمن حق العامل والموظف بها وتالي حال الطلاب بعد مرور خمسة أو عشر سنوات على تخرجهم تلقاهم أما بمصر العمالة أو السوق أو مشروع صغير أو القهوة الأقرب على بيتهم وهذا يسبب مشاكل هواية وتفاقم لأزمة متراكمة ومتروكة بدون حل وتصير بمثابة القملة الموقوطة اللي تنفجر وتتحول إلى مظاهرات بين فترة وأخرى ويتكون على إثرها إطلاق للوعود والتصريحات والتهديئة فوين الإنصاف بهذا الأمر وشنو هي الحلول للقضاء على هاي المشكلة أو على الأقل الحد منها والتخفيف من مضاعفاتها على الفرد والمجتمع لأنه صارت أكثر تعقيد ووضوح وش وكت يتفعل موضوع استثمار المشاريع اللي يمكنها استقطاب أكثر عدد ممكن من المتخرجين والنهوض بالبنى التحتية اللي من شأنها أن تنهض وترتقي بالواقع الخدمي والإداري للبلد بشكل عام شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر